تحياتي أنا أحد نشاطاء حركة عشرين فظراء في السقية الدار بويضاء نهات عشرين كان يوم معطاني للإعتجاج لتوصلوا شيء أعضاء بقرر المنعدي المسيرة والمهم على أين كما كان نمو اللفين ولا كما معتازين كنرشيطين في حركة عشرين فبراير معمر أنه أخذينا أول شيء ترخيص أول شيء حاجة بدنا المسيرة دي للمسيرة مع العشرات الليل كان إنزال أمنيكاتيف بشدة تلوين قوات القمع لأن تقريبا ساعة ونصف المسيرة كانت مستمرة تبقى ليس قريبا واحد من الساعة لما قام باش سألي قاعد باش وقع تدخول وقع تدخول بلا ما يكون شيء انضار بمكبر صوتي وعجاجاتكة بشكل مفاجئ بدت قوات القمع كالدراب وكالتاقل ومناظلين أنا كنت واحد من هذا كل يتاقلوا طلعوني الاسطافيت بعدها تعتقد ببعض طريقة همجية ما شيء لا تمثل لحقق الإنسان بشيء سهلاه طريقة الاعتقال دي لي ما عندها شيء علاقة ب يعني طريقة الاعتقال المتعاربة عليها دولياً لا من الجانب الحقوقي ولا من الجانب الإنساني وقالوا بسيخة عامة المهم مش ديوني كي ضربوني قبل ونوصل الاسطافيت اتضربوا اعداو ونوصلوني الاسطافيت ادخلت هنا لول اسطافيت المهم مطلعوا وربعة بدو كي ضربوه كذا وربعا دي البوليس بلابيد للسيفيل كي ضربوه كذروني بزروطه على راسي عاجة لذهب للخياطة وكلام الخائب وشننا تقول وشنجة وحجموك همجزونيوا بشيئة لا هنا يعتبروني يقولوني انه بغي تسقط النظام مسخوط النظام يعني مفردات غير أخلاقية ومعادي احتشى علاقة بالنضالنا ولا أخلاقنا كم مناظرين في طار حركة 20 فبراعي من بعد جمعونا إحنا سبعاديا للذكور ومن بيننا مرأة واحدة ضربوا وتعنيف مختح تشي وعد فينا من داخل استافت من اللي نوصلونا للكوميسارية اللي كان في أناسي ودروا لنا بانضات على عيننا وبدأ الضرب على الثاني تقريبا شي 20 دقيقة حتى نساعد لما كان ديال الضرب والتعنيف والسبان وبعد شكل همجي من بعد غدي ديونا باشن يحقق معنا يحقق معنا كترحوا علينا اسئلة كيقولنا لاش انتم ما قد تحتجوا علقيتوا المالك ضريف عاطكم الحرية عاطكم الكارماء يعني لاش كتحتجوا كتبولي يبغي البلاد تزيد تقدم القدام ولا بغي التغيير ولا بغي شئ حاجة بحال موكاك يضربك يقول لك علاش ماش بكشتر الشي اللي كيندباع كين الخير كينماكلا في الزنقاء ما تموتش بالجوع وكيسولك على النفو المستوى الدراسي ديالك وكيحكم عليك انطلاقا من المستوى الدراسي ديالك يعني إذا قلت لاش تدك مطهرة وقالني بودك هو سادس الاتدائي كيحكم عليك انطلاقا من هذا السادس الاتدائي بأنك حمار ومقاريش وانتي اصلا لش كتحتاج ويقول لك أنا بقيت لسان كوشت البوليس وهذا ما بغيت انت يعطيه وكوشتها عاد من بعد كيجيك انتك القضية دياله ومتالك مثلا فلاكارة نسيونالة دريسة ديالجانوب مثلا انتزنية أو شئ حاجة يبدا انتق منك بشكل عنصري على انك شيء واحد داخل أو شيء واحد غريب على البلاد هذه ليست شيء غريبي يضربك يقول لك انت جيت من الجانب ماتلا نجيت دير هنا يضربك إذا عمرت علينا البلاد يقول لك اقربه اذا كبير المصطلع يسئولك خلاص على اسمت ابوك كيف حال مرخوك؟ كيف حال مختك؟ كيف لديك انتماء سياسي؟ إذا لم تكن لديك انتماء سياسي يقول لك انتماء إلى حركة حسين فبراير المحضورة كيف يقوم بالتغيير المحضورة اه نعم كيف يقوم بالتغيير المحضورة يقول لك أن البلاديない كيف يقوم بالتغيير المحضورة أه يعني حتى في طريقة ديال الاصطينطاق ديالك ما عندهش واحد الآلية ولا شي حاجة اللي غير يعطيهم همه شي شي معلومة ولا شي حاجة لانا انت ما ممكن تقول اي حاجات حتى التعديم ممكن انك تعترف بحتال حويج لي مدرتي همش ولو احنا كان امن في حركة عشرين فبراير مادرنا شي حاجة في خارج القانون نحن فقط شباب وخرجنا نطلبوا بالمساواة بالحرية بالكرامة بالعدالة الاجتماعية بتقسيم العديل طروات البلاد لا للمسج بين الطروة والسلطة بالمفسدين ونهي بالمال العام يتحكموا بالقرار السياسي يجب ان يكونوا شاركين فيه احنا كشعب ماشي يكونوا شي وحدين يشاركوا بلاصنا في القرار السياسي لا علاقة لهم بينما تخبناهم مماش ممتلين ديالنا يجب ان يلفق لك هذا التهم عدود التجمهور وعرقالة حركة الساير بالنسبة للحيتيات والتفاصيل استنطاق كانت استنطاق بشكل يعني يجب ان تعطيه هو الجواب الذي يريد ويجب ان يعنفك بمعنى انه لا يمكن ان تعطيه شي جواب يجب ان تعطيه الجواب الذي يريد ويجب ان تقل العسا تعنيف كان بوسائل يضرب يبكيره شيئا مثلا الراس او يضربك بزرواطا او لابسيه الكصبات بروتك يقدر يضربك الكصبات الرجلك يدفل عليك يقول لك انا احمار يبقى يضربك ويقول لك انا احمار ويبقى يضربك ويقول لك قول عاش الملك يعني خاصك تقولها صحة خاصك تقول عاش الملك صحة كره هذا هو ما كان بطبيعة الحال كامل كي تصندقون يبقى بالبانضات على عينيك لا ترى ان تقلقه انا ضربوني واحد برود كالفمي هنا وزعزع لي السنان ذيلي الى قدام وقنفتي من فوقها وصامدين